للأهل طلب فجأة تأجيل مباراته مع المصري في كأس الرابط من وجهة نظرك أو من معلوماتك كمان عشان عرف انت عندك معلوماته طيب رقم واحد الطلب في حيثياته يبدو منطقي جدا الأهل طلب التأجيل وكان في مشاورات شفاهية لتقديم المباراة لتقديم المباراة هذا ما لم يعلن عنه انه كان في مشاورات والطلب كان منطقي قال انه فيوتشر وبيراميدز عندهم مواجهة بين الفرقتين في الكنفدرالية يوم 2 أبريل الأهلي من المقرر انه مباراته أمام الهلال السوداني وهو مباراة حاسمة يوم 1 أبريل طب فيوتشر بقى وبيراميدز الجدول بتاع الربطة اتحط المطشة امتى؟ 25 أبريل يعني فاصل 7 8 أيام لان الشهر راح 30 يوم 8 أيام ما بين المباراتين طب انت بتحط النادي الأهلي مباراة يوم 28 مارس قبل مباراته الفاصلة أمام الهلال السوداني بتلاتة يام أنهي منطق تم وضع به دي وجهة نظر النادي الأهلي أنهي منطق تم وضع المباراة يوم 28 لا فيه منطق قولي انهم كلمتركين الأهلي يخرج من البطولة ما فيش حد بحط جدول عطاق ما أنا بقولك ما فيش حد بحط جدول عطاق ما فيش حد تالي بتوقع خروج الأهلي أصلا لا يا سيناريو كان أهلي ماشي به كان رايح في سيئة سورة الموشات التي ستتحددها من كام يوم فالسيناريو كان رايح لفكرة أنه سون داونز هيخرج من هلال والأهلي خرج فخلاص مش مشهور ما الأأمن كان يتم طالما الفترة دي كلها توقف دولي والبطولة مخطط لنا تعمل في توقف الدول يا كريم الأهلي آخر مباراة لعيبها امتى لعيبها يوم الجمعة الجمعة ده أول أمس يوم 17 طب ما نخلي المباراة بعدها بأسبوع بعد 17 بأسبوع اللي يخليني نروح أزنقها قبل المباراة الأخيرة سواء الأهلي خرج أو مخرجش اللي يخليني نحطها يوم 28 دي كانت وجهة نظر النادي الأهلي والأهلي طلب تقديم المباراة عشان تبقى زي فيوتشير وبيراميد ما تمش الرد على هذا المطلب والرد اللي جه أنه المباراة في موعدها